يتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مسودة الدستور التونسي الجديد التي ستعرضه على الاستفتاء الشعب المباشر في الخامس والعشرين جولي المقبل وأوضح رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بسياغة الدستور الجمهورية الجديدة الصادق بالعيد أنه سيتسلم مسودة الدستور إلى الرئيس قيس سعيد خلال لقاء بينهما بقصر قرطاج وبين أن الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن الأخيرة لم يهتم بالمسائل الاقتصادية مؤكدا أن الدستور الجديد خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين